الأزمة السياسية في السودان تنعكس على النقابات العمالية سباب واشتباكات بالأيدي في مقر نقابة المحاميين بالعاصمة الخرطوم بين مكتب النقابة المحلولة بقرار من لجنة إزالة التمكين عام 2019 وبين أعضاء لجنة التسيير المكلفة من قبل لجنة إزالة التمكين إذ تعتبر الأخيرة جميع النقابات المهنية أجساماً يسيطر عليها أنصار نظام البشير المبعوث الأممي لدى السودان فولكر بريتس أدان استخدام العنف لتسوية خلافات سياسية أو قانونية خلاف بين زملاء جمعتهم المهنة وفرقتهم السياسة هذه المشاهد ليست جديدة فقد تكررت في نقابات وتحالفات وأحزاب سياسية تختلف المظاهر والأمكنة لكن المشكلة واحدة هي صراعات سياسية للسيطرة على النقابات العمالية التي لعبت دوراً كبيراً في إسقاط نظام عمر البشير قبل ثلاثة أعوام بينما يرى مراقبون صراعاً خفياً بين النظام السابق وقوى إعلان الحرية والتغيير التي أسست لجنة إزالة التمكين في بدايات الفترة الانتقالية اتهامات تطالوا اللجنة المعنية بإزالة آثار نظام عمر البشير باستخدام تمكين بتمكين آخر لصالح أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير النقابات المحلولة لجأت إلى لجنة الاستعنافات المكونة من قبل مجلس السيادة والتي قررت بدورها إلغاء قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل مجلس نقابة المحاميين وبطلان الآثار المترتبة عليه اشتركوا في القناة